آخر الأخبار العاجلة التي وردتنا الصليب الأحمر يبدأ مراسلنا يذكر أن الصليب الأحمر يبدأ في استلام 13 محتجزاً إسرائيلياً وخمسة من جنسيات أخرى كنا قد ذكرنا أيضاً في شريط الأخبار العاجل أن هناك الوفد المصري الأمني يبدأ إجراءات تبادل الأسرة والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل إذن في هذا اليوم الثالث الهدنة في إيقاف هذه الحرب على قطاع غزة والهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها آخر الأخبار التي تردن في هذا اليوم الثالث للهدنة الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرة والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل مراسلنا ذكر أن الصليب الأحمر يبدأ في استلام 13 محتجزاً إسرائيلياً وخمسة من جنسيات أخرى هذه آخر الأخبار التي وردتنا حتى هذه اللحظات